موسيقى أهلا بكم من جديد فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الرسام والخطاط الجزائري مولاي عبد الرحيم تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعدها نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى لقد شف السؤال عن الجواب وعز الخطب عن طلب الخطاب تمايزت المسارب والمطايا وأزلفت الرؤوس على الحراب وهام الخلق وانطلقوا فرادا وأفواجا تعوم على سرابي تناور بالخديعة والتخفي تروم الأمن في كنف الضباب تخط صحائف الأقدار شتى على الأحياء كلا في كتابي وما من هاجس فطن يقفى ويمخر شامخا شغب الغباب سيوف الأولين نبت ولانت تكابد ضعفها ذات احتراب وبارود تنمر في البرايا يدير الموت في كون اليباب تفاقم جرم من حازوه حتى رأوا ما أجرموا فوق العقاب تمادوا في اقتراف القتل ظلما ولم يرقوا لمرتبة الغراب ولم يلقوا لصوت الحق بالا فصوت الحق في حكم المعاب فراعين من الفرعون أدهى يخافون استماعا للصواب وهامان وهاماناتهم أعلوا بناء تجاوز شاهقا ركم السحاب بل اخترقوا الفضاء إلى سماء دعتهم بالفتون إلى اقتراب يظنون الحضارة من حديد ويخفون ويخفون الحقيقة بالتغاب أتسأل يا علي من بالخفايا عن البادي عيانا في القراب كأنك في زوايتيه ترجو دليلا للوصول إلى الخواب دليلك قلبك المزدان حبا بعيدا عن ظنون وارتياب يقودك للجبال بعين صقر ويترك من تشكك في الشعاب أفق من غفوة الآمال وانهض لتعلن ثورة الوطن المصاب أقم فيه القيامة وابن صرحا من الأرواح آلية الجنابي سينهض ثم يرقى ثم يسمو على من سامه سوء العذاب بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى خير جليس في الزمان وهو الكتاب وفقرة هذا كتابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وغاتكم أحبتنا في قناة الراتدين العزيزة أنا عزيز تركي سليمان من محافظة الرقة السورية صدر لي عن دار توتول للطباعة والنشر سوريا دمشق ديوان بعنوان حلم ضارع وهذا كتابي يحتوي الديوان على مئة صفحة تنوعت ما بين الشعر الاجتماعي والوجداني سأرغي لكم هذه القصيدة يعيش الحلم في شفتي وأذكر يوم مدرستي وكل دهاتر الحلوة وأستاذي ومرشدتي وذاك الصف نعشقه أخبئ فيه محفظتي وأمي ربي يرحمها شذا دربي وملهمتي رفاقي الحب يجمعنا وألعابي وطائرتي وأقلامي وأحلامي وتلويني وأبعتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن أدعوكم لمتابعة فقرة الخطة العربي أنا الخطاط مجد عبد الوهاب رح نتحدث في هذه الفقرة عن بدايات الخط اللي بتهم أي خطاط أول شيء في البداية يجب أن تكون عند الخطاط فيه موهبة وعليه وبالتالي بعد ذلك عليه الاتجاه للأستاذ لكي يسقل هذه الموهبة البدايات يعني لازم يكون فيه عنده أدوات الخط العربي المعروفة مثل الأقلام ومثل الحبر والوراق تبدل عند الخطاط دائما البداية حتكون بالمحاكاة بمحاكاة كبار الخططين أو ما يراها الخطاط ما يستهوي الخطاط نفسه من نوع الخط اللي بيحبه يعني طبعا كل خطاط فيه هناك خط يستهويه مثل الخط الثلث خط النسخ خط الرقعة الخط تعليق وبالتالي على الخطاط أنا بالنسبة لي شخصيا يعني أنه الخطاط لازم يركز في نوع خط معين في البداية وينطلق بعدين لبقية الخطوط أنا شخصيا يستهواني مثلا خط الثلث بدأت فيه ولا زلت طبعا إحنا زلنا في بحر الخط العربي نتعلم وبشكل يومي ويجب على الخطاط التمرين بشكل يومي لأنه اليوم اللي ما بتمرن فيه الخطاط حيفقد شيء من هاي الخبرة بالنسبة للخط العربي هو عبارة عن فن يعني محاكب بقاعدة غير عن بقية الفنون الثاني غير مثلا الفن الموسيقى أو فن المسرح أو فن التصوير هذا الفن محاط بقاعدة بقاعدة صارمة ممكن جزء من الميلي يأثر على الحرف ممكن جزء من الميلي يأثر على شكل النقطة فبالتالي الخطاط يجب عليه الاعتناء بالحرف العربي أثناء الكتابة وأثناء التأمل في كتابات الأقدمين طبعا الأقدمين هم اللي أثروا مكتبة الخط العربي بخطوطهم الكبيرة بحب أحكي أنه فيه مدارس الخط العربي منها المدرسة البغدادية ومنها المدرسة التركية الأساس في الخط العربي بالنسبة له المدرسة البغدادية من هون انطلق الخط العربي وأساسيات الخط العربي وقواعد الخط العربي أشكركم لهذا الوقت الذي قضيناه معا في هذه الفقرة أهلا بكم جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الرسام والخطاط الجزائري مولاي عبد الرحيم فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك الرسام والخطاط الجزائري أو الخطاط والرسام الجزائري أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على فضاءات وقناة الرافضين شكرا جزيلا الحمد لله رب العالمين وصلاة الله على سيدنا محمد وعلي وصحابي أجمعين أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة ونساعد جدا بأجودي لأول مرة في هذه المملكة الطيبة وفي هذا المهرجان وعرجان العقبة الدولي حياك الله سيد مورعب أريد أن نطلع من خلالك على حركة الخط العربي والزخرة في الجزائر نعم أريد أن أنوها هنا لأمر لأول مرة أظن يسمع به لزائريين أو نسيه فالشعب الجزائري لما أراد أن يسمع كلمته للعالم على أن يحرر التراب الوطني الزائري أسمعه وأصدره في بيان كتب بخط اليد بيان أول نوفامبر للثورة الجزائرية كتب بخط اليد وبخط النسخ بقلم الخطاط محمد غالب حفظه الله وشفاه إن شاء الله فهذه اللمسة الفنية كانت مهمة جدا في إظهار كلمة مسموعة لشعب الطهد وأراد أن يسمع كلمته للعالم فكنت أتمنى أن تستثمر هذه اللمسة بعدها ويعيش المجتمع الجزائري العربي المسلم في مجالاته الثقافية ويستفيد الفن الخط العربي ما دام الانطلاقة كانت من فن الخط العربي فمنها بعد الاستقلال أنا أقول دي فقط أتوقف عند موضوع الخطاط ذكرت محمد غالب هذا البيان الذي صدره الذي بخط اليد كتبه هو الخطاط الجزائري محمد غالب في بداية انطلاقة الثورة الجزائري أم في الاستقلال عام 1962 لا أول ما أصدره أول ما علم العالم بوجود ثورة جزائرية كتب هذا البيان كتب هذا بيان أمونفومبر قبل أن يحقق ثوار الاستقلال نعم فهذا البيان يعني عشنا عليه نحن الجزائريين وآباؤنا وفي الستينات كان الناس يروا البيان بحلة مكتوبة بخط النسخ وما يزال خطاط على قيد الحياة والله حاولنا أن نلتقي به لم نسمع أنه توفي ولكن نحاول إن شاء الله كنادي جزائري كهيئة فنية ثقافية يعني ندينا برنامج من أجل أن أن أتواصل معه نعم فهذه اللمسة الأولى ثم لما بعد الاستقلال أرادت الجمهور الجزائرية أن تتبنى مصحفا نعم فتواصلوا مع الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد شريفي يعني أتمنى أن يشتضاف في هذه مثل هذه اللقاءات فهو تتمنى نعم نعم فأستاذ الدكتور محمد بن سعيد بن شريفي يعتبر ملهما لكل خططي الجزائر وخارج الجزائر نعم وهو حصل على جوائز عديدة ومن لجنة الدولية في المسابقة أرسكة طوال هذه السنين وله يعني باع وصيد في الجزائر وخارجها في تعليم الثلوث والنسخ وبعد الخطوط الأخرى ولكن تحديداً اشتهر في كتابة المصحف شخص قلم تلد الجزائر مثله فالله يحفظه والآن في صحراء الجزائر إذا نستطيع أن نقول أن محمد سعيد يعني كان بيودي أن أسألك عن هذا الخطاط نعم يعني نستطيع أن نقول محمد سعيد أو محمد بن سعيد الشريفي أو شريفي هو الخطاط الأول الآن في الجزائر يعني هو أب الخطاطين وهو صانع حركة الخطية في الخط العربي في الجزائر والدليل على أنه تلميذه أستاذ محمد سفرباتي الذي تربع على عرش خط النسخ في دبي سلاث سنوات يأخذ أول عالمياً الكتابة المباشرة في المصحف نعم وأنا تلميذ سفرباتي جميل إذن هناك حركة هناك مدارس للخط العربي في الجزائر بعدها صار في يعني الأستاذ محمد بن سعيد بن شريفي كان يقدم فقط درس أين في معهد الفنون الجميلة معناه في الجزائر طيلة هذه السنوات موجود معهد فنون جميلة وموجود معهد الموسيقى والفنون الغنائية ولكن معهد للخط العربي غني موجود كيف اشتهر داخل مجتمع جزائري حب الخط العربي من خلال أظنه والله أعلم بعد الاستقلال استنجدت الجزائر حتى تحيي اللغة العربية كانت موجودة ولكن حتى تحيي المدرسة الجزائرية باللغة العربية الأصيلة استنجدت بالأساتذة من المشرق من مصر من تونس وليس من تونس أظن من مصر وأيضا من الشام من الأردن وفلسطين كثيرا وكان احتفاء بهم كثيرا فهذه العراق كثير من العراق أيضا نعم من العراق أيضا ذهبوا إلى الجزائر نعم حتى في مدينتي كان أحد العراقيين أذكر ذلك فوالدي مثلا من الذين تعلموا خطوط وحب الخط من هؤلاء الأساتذة فانتشر حب فن الخط العربي في الشارع وأيضا في المساجد وأيضا في المدرسة الجزائرية ولكن كمادت الخط العربي تحديدا بحيث أن يكون لديها مكون أو كونا في معهد ثم يعمل كخطات ويعلم هذا للأسف نحن ما نطمح إليه وهذا ما سامعته أنه هناك نية جدية من الدولة الجزائرية جميل أريد أن نقف على البدايات كيف مولاي عبد الرحيم اتجه هذا الاتجاه وذهب إلى دراسة الخط العربي وإتقان تفاصيل هذا الحالة صار فيه يعني ركود ثم جاء المهرجان الدولي مهرجان الدولي 2007 نعم في 2006 قبلها أنا كنت مشهورا بالرسم أي مهرجان دولي مهرجان دولي لفان الخط العربي في الجزائر نعم في عهد الرئيس الراحل والتفليق فكان هناك نية لعمل مهرجان دولي وستنجدوا بأستاذ محمد صفرباتي وفريقي وعملوا مهرجان دوليا أولا وأنا أراه المهرجان يعني يعتبر المهرجان الوحيد في العام بهذه الصفة كل سنة يستضيف أكثر من 60 خطات 25 إلى 30 دولة عربية وإسلامية كل سنة مضطيلة 9 سنوات مثلا حتى مرحلة كورونا وما زال هذا المهرجان الدولي وقريبا أيضا أظن يعلن هذه السنة هنا تكون يقام في العاصمة نعم يقام في العاصمة نعم في العاصمة هذه السنة الماضية فقط صارت المهرجانات من يشرف عليه؟ يشرف عليه اللجنة لجنة مهرجان دولي تابع للوزارة وزارة مثلا وزارة ثقافة تابع لوزارة ثقافة بمرسومة الرئاسية نعم هذا المهرجان دولي تكون فيه بعض الأسماء المهمة في الجزائر قبلها أنا كنت تعلمت أستاذ محمد صفرباتي سنتين ثم انتقلت الأحكية قصتي الآن نعم 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 فكنت أميل إلى الفن الرسم نعم كثيرا لأنه بحكم الشارع الجزائري والمقتني الجزائري يحب الرسم لا يعرف موضوع الخط لكن لما التقيت بأستاذ محمد صفرباتي أول مرة انبهرت بالموضوع أو بهاته بعد التناوم القصبة والحبر والبرق أول مرة أرى يعني شخص يكتب أمامي بالقصبة بهذا الشكل فطلبت أن أكون تلميذة عنده ودرس عنده طيلة السنتين خط النسخ والثلث نعم ثم استأذنته لأني سمعت أن تركيا قبلت الخطاطين حتى هو كان يعني دائما يحكي عن تركيا فوجودي أنا في تركيا يعني كان له الحكي عنه كان له أثر نعم فاستأذنته قلت أنا سأذهب إلى تركيا وأختار أحد الخطاطين ثلاث إما أسشاي أو داود أو الأستاذ محمد فؤاد باشر وستفعت إلى تركيا بإمكانياتي الخاصة وبدأت أشتغل في الرسم لأتعلم الخط كيف تواصلت مع هؤلاء كيف كانت البداية المهرجان الدولي استضافوهم نعم نعم فكان الأستاذ باشر استضيفه في الجزاء استضيفه في الثلاثة نعم سبحان الله شاءت الأقدار أنا أستاذ فؤاد باشر مرت جنبه قلت أستاذ أنا أحب بخط النسخ فأخذ من جيبي قلم جاوة الذي يكتب به النسخ قال لهذا لك هدية وكأنها إشارة هو أنا ما فكرت أني سأدرس عنده يوم ما وهو ما طلب ولكن كأنها إشارة سبحان الله هدية هذه الهدية لا أنسها ظلة حياتي ما زالت هذه القطعة الجاوة عندي بعدها بسنة سافرت إلى تركيا وأحث عن أستاذ فهذا وجدته هو متواجد كل يوم سبت دائما يستقبل في كتشك آيا صوفيا في مسجد آيا صوفيا الصغير في سلطان أحمد وبدأت قصتي معه درست عنده حوالي أربع سنوات نسخ والثلث وحصلت الإجازة الدولية بشراف إرسيكا طيلة الأربع سنوات أنت مواكب على دراسة الخط العربي في تركيا في إسطنبول نعم يعني أشتغل في الرسم وفي أمور أخرى وفي نفس الوقت أتعلم الخط عنده لما وصلت إلى مرحلة الإجازة كنت سمعت عن شخص آخر تميز في صناعة اللوحة الخطية وانبهر به الجميع ذلك الوقت هو الأستاذ الخطاط السوري أحمد أمي شمطة فسافرت إلى حلب من تركيا من أجل أن أصنع اللوحة الخطية حتى ألتقي به في أي سنة سافرت إلى إسطنبول؟ إسطنبول 2008 إلى حلب متى سافرت؟ إلى حلب 2012 يعني قبل الأحداث بسنة ورحب بي وفي بيته وأذكر يومها يعني حكينا ساعة أو ساعتين وأعطيته نظرتي في كيف أتعلم الخط قال لي هذه الكلمة التي لا أنساها قال لي الآن وجدت من يهزمني تخيل الاستسافر باتي صلب ويعلم قال لي الحرف عندك جنيه إذن استشرف هو استشرف عمق الموهبة لديك قال لي الخط عندك جنين يجب أن يولد صفرباتي نعم تخيل هذا نوع من الأساتذة نعم يعني وازلت أتعلم منه لحد الآن ألتقي به وأنا أعتبر أخي الأكبر وصديقي وأستاذي فقال لي الخط عندك جنيه يجب أن يولد كيف لا أعلم وسافرت إلى تركيا أستاذ فؤاد بشار يعني يعطاني كلاسيكية الخط طريق النسخ كيف يكتب عند القدمة الأدوات أسرار السطر أشياء عظيمة لا يكتب لي كثيرا مثلما الأساتذة الأخرى ولكن تعلم منه أشياء لم أجدها عند أساتذة آخرين شوف يعني أنواع الأساتذة ثم وجدت شخص آخر مختص في صناعة اللوحة الخطية كيف يرفع مستوى المشق والحرف حتى يصير لوحة بديعة تعجب بأي ناظر نعم ويستعمل أعلى الخطاطون أتراك ومنهم فؤاد هم أعظافي جمعية أرسيكا نعم عضو لجنة تحكيم وكذا نعم طبعا حتى الجمهور يعرف يعرف نعم جمعية أرسيك مركز الأبحاث بأبحاث التاريخ والتراث والخط العربي والزخفة والتركية نعم قدمت الكثير مسابقة دولية تطور المسابقة الأولى العالميين نعم من يفوز فيها معناه يعتبر مرجع فبعد قصة الأستاذ أحمد أمي شمطة عدت إلى مرجان الجزائر نعم واحد من المشاركين وكانت أول أول جائزة لي حصت على رابع دوليا في هذه أي سنة 2012 2012 نعم يعني من 2006 يعني بعد هذه الرحلة من نعم تركيا إلى حلب نعم يعني أصبحت خطاطا أصبحت أجزت في 2013 نعم مجازا مجازا 2013 في أرسيكا وأشكر الأخوة في أرسيكا أن طلبت جمعية أرسيكية التي منحتك الإجازة نعم يعني هي تحت إشرافها تحت إشرافها يعني الإجازة الدولية تعطاها من أساتذة يوقع لك الإجازة نعم ولكن معها شهادة معترف أن هذا هذا أخذ الإجازة ويمكن أن يعلم بها في تركيا هذا مهم أيضا جميل حضرتك بدأت قبل الخط حسب معلوماتي أنك بدأت رسامة نعم أي مدرسة من الرسم يعني اعتمدتها قبل الخط أولا لما كنت صغيرا كان والدي ويعلم لغة إنجليزية فكان دائما المشهد في تعليم لغة إنجليزية يرسومه بيده نعم فأنا ترعرعته بين هذه الرسومات في البيت أحببت الرسم فكنت رسام القسم ثم رسام المدينة ثم رسام الولاية من بين رسامين المعروفين أحب رسم المدرسة الواقعية نعم وأحيانا انطباعية وأرسم بشكل يعني الحمد لله تعلمت يعني الرسم الاحترافي عند الأستاذ عمر دراجي بقيت معه 12 سنة يعني نعم قبل أن أدخل عالم الخط فكل تخيل أنه يشوف كم شخص ساهم في تكوين شخصية الفنان يعني حتى وأن أملك والحمد لله مهبة مهبة متميزة في صناعة الحدث الفني نعم في وقت قصير ولكن شوف الله عز وجل كيف هي أسباب يعني من أستاذ إلى أستاذ من معلم إلى معلم فهذه رسالة للشباب يعني دائما يكون في يعني بعد أن أصبحت خطاطا مجازا وحصلت على هذه الجوائز هل موهبة الرسم ما زالت مستمرة مواكبة نعم استعملتها استعملت الرسم في الولوج في العالم الخط العربي لأنه فن الخط العربي هو على ثلاث مراحل مرحلة أولى الكتابة مباشرة ثم مرحلة تصميم في مرحلة التنفيذ يجب أن تكون تفكر بعقلية الرسام نعم بعد أن تنفذ كيف ترفع المستوى ليصير عملا ثنيا احترافيا يجب أن يكون لديك خيال الرسام يجب أن تكون لديك يد النحات الرسام النحات فهذا يساعد كثيرا هذا معروف عن الخطاطين العربيين مع ذلك سنكون بعد الفاصل نعم سنكون بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا اهلا بكم الجديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الرسام والخطاط الجزائري مولاي عبد الحميد فاسمحوا لي أنا رحيب ضيفي مرة أخرى مرحب بك سعب مولاي سعب كنا نتحدث قبل موضوع علاقة الرسم لديك مع الخط وقلت يجب أن يمتلك الخطاط خيال الرسام حتى يبدأ في الخط في اللوحة النهائية نعم وهذا ما نراه عند الأساثذة الذين أبدعوا مثلا أمساد أحمدني شمطة حتى قدمها للشارع الفني نعم وللخطاطين هذه اللوحات الابداعية كان هو رساما أيضا نعم أستاذ عباس الأستاذ الأستاذ مثنى أيضا رسام يعني مثنى العبيد أيضا رسام نعم اكتشفت في وعباس عباس البغداد رحمة الله علي رحمة الله علي كان رساما جيدا رحمة الله علي كثيرا وكثير موجود من ماهم نعم ربما تكون إضافة للخطاط موضوع الرسم أنت سألتني هل ما زلت يعني تمارس الرسم وصلت إلى مرحلة لن تستطيع أن تعمل يعني مجموعة من الأشياء في وقت واحد هذا أيضا مهم للمتلقي نعم يعني التركيز يساوي النجاح فأنا استعمل المواهب الأخرى نعم في تنمية شيء واحد فيقال أنه يجب أن تكون مرجعا في شيء وتعرف من كل شيء شيء فمن هذا المنطلق أنا استعمل الرسم حاليا في إظهار الخط فأن الخط العربي في أحلى حلة تحكي عني يعني فلهذا الرسم أنا معتزل الرسم كواحد يشتغل في الرسم ولكن أستعمل أحيانا في موضوع الخط المعاصر مثلا الذي فيه ألوان أو كذا نعم فقط جميل يعني كلا المهبتين اتكأت على بعض اتكأت الرسم والخط ولكن يعرفوني أنا أريد أن أعرف بخطاط كاتب القرآن نعم جميل حضرتك اشتغلت على كتابة المصحف الشريف بدي أن نطلع ونسلط الضوء على هذه تجربة كيف كانت تجربة الاشتغال على كتابة المصحف الشريف يعني هناك صعوبات تعترض الخطاط في الاشتغال على المصحف بدي أن تطلعنا على كيف كانت هذه التجربة هو أولا تجربة حديثة ما زلت قيدة تجربة إلى وريد أن أقول أيضا شيئا أن هناك توجه على أن الخط العربي هو نوع من الفنون العريقة والمقدسة وكذا ولكن موضوع كتابة القرآن يقل شيئا فشيئا يعني من لعدة عوامل من بينها أن الخطاط الآن يريد أن يقدم في معارضه الفنية لوحات قيمة يكتفي بذلك في حين قديمة كان الخطاط معروف بكتابة المصحف فالمشاكلة وجهتها وهو كيف أن تقدم مصحفا يجمع ما بين فنيات خط النسخ الذي يكتب بخط النسخ وأيضا ما يرضي لجان لجان التدقيق ودقيق المصاحف فالشارع الآن مثلا عندنا في الجزائر مغيب العربي تحديدا المصحف الفني الذي يكتب به في العراق ويكتب به في تركيا لا يقبل فله عدة شروط فنحن الآن نحاول لماذا لا يقبل لأن في فن الخط العربي خط النسخ الذي يتعلمه الخطاطون هو خط فني بحيث أن يكون أحيانا حروف صاعدة حروف نازلة حرف فوق حرف وهذه التي كونت جمالية خط النسخ أول ما الضبط وتدقيق المصاحف فالآن يريدون أن يكون المصحفا واضحا بحيث أن تكون الباء والميم والألف بعدها وهكذا مثل ما يكتب الكمبيوتر وهذا إذا عملنا مثل ما يريدون هذا يجعل المتلقي يرى خطا آخر يمكن أن نسميه الخط المصحفي مثلا وهذه التجربة أو هذه الدراسة وجدتها عن أستاذ مثنى العبيدي في سفري هذا استفدت منه كثيرا وأظل أنه في المستقبل القريب ستكون هناك التقارب بين هذه المشكلتين جميل عندي سؤال أيضا حقيقة حضرتك واضح تتلمث بداية على يد خطاطين جزائرين ثم انتقلت إلى تركيا وتتلمث أيضا على يد خطاطين أتراك في جمعية أرسك ثم الخطاط السوري أيوة نعم أغلب الخطاطين في المشتق العربي دائما يعتبرون مرجعيتهم المدرسة العراقية في الخط الآن أريد أن نعرف بالنسبة للمغرب العربي هل هناك مرجعية ممكن دائما يتحدثون بها الآن أغلب الخطاطين المشرقيين في المشرق العربي يقول لك نحن تتلملنا على يد مثلا هاشم البغدادي أو على عباس أي يد عباس البغدادي رحمة الله عليهما رحمة الله والآن الدكتور مثنن مثنن عبيد نعم ففي المغرب في الجزائر في المغرب العربي يعني بشكل عام نعم ما هي المرجعية لهم جميل في هذا المجال يعني هناك هناك شخص ناظر نعم وهو الخطاط الجزائري أو المغربي أو المغاربي نعم وهناك مدرستين يقارن بينهما نعم من خلال تجربتي نعم اكتشفت أن المدرسة التركية الحديثة يعني بعد حامد رحمة الله عليه نعم اشتغلوا على تكوين خطاط صانع لوحة نعم فنية فينتج لوحات فنية وليس بالعدد الكثير نعم نعم ولكن لا ينتج خطاطا يشاهده الجمهور يتمتع به الجمهور المدرسة العراقية عكس نعم بعد هاشم أن تجد خطاطين يمشقون نعم يكتبون في أي مكان يتمتع بهم الجمهور وماذا أيضا ينتجون لوحات كثيرة تراكيب كثيرة إلا أن الموجود في المدرسة التركية غير موجود في المدرسة العراقية ما هو يعني قيمة الصنعة واللوحة الخطية اللي موجودة في المدرسة العراقية المدرسة التركية التي تأثرت بها ماذا؟ كل المدارس يعني الصنعة فهذا اللي موجود هنا غير موجود هنا واللي موجود هنا بكثرة غير موجود هناك فالشارع الآن يحتاج للإثنين فنحن في الجزائر نريد أن نؤسسها مدرسة تأخذ قوة الأتراك نعم في الصنعة وتأخذ قوة المدرسة العراقية في تكوين وعداد الخطات المشاق الذي يكتبه جميل على ذكر التأسيس أنت مؤسس النادي الجزائري الخط العربي والزخرفة نعم بدي أن نطلع أيضا على فعاليات ونشاطات هذا النادي النادي الجزائري لفن الخط العربي والزخرفة كانت فكرته لما كنا في اسطنبول مع رئيسه فقلت له لماذا لا نؤسس هيئة تجمع الخطاطين نعم ونسميها نون للفنون فعجب بالفكرة واقترح أن يكون في بيته المقر أستاذ محمد بن جانيف فرجع للجزائر وأسسنا نادي تحت إشرافه أنا ما بين المؤسسين حتى أنه فكرة المسابقة عملنا مسابقة كل سنة مسابقة رمضان اكتابت المصحف الشريف وأغفرنا الخط العربي كل مرة في مرة في النسخ مرة في الثلث ثم مسابقة الزخرفة وشاطات يومية فهذا النادي الذي أراه الذي أراه قدم شيئا جميل خلال أيام هي خلال سنوات قليلة فكنت أتشرف أن كنتم بين المؤسسين المهمين فيه نحن حوالي سبع أشخاص فقط فالآن يعمل على يعني طرح معارض جديدة سوق جديدة للخط تكوين جديد إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله جميل أنا أعود إلى موضوع الرسم لديك أنا شاهد بعض اللوحات ومنها هناك رجال جزائريون يحملون بنادق منادق قديمة هل هذه هي من تراث الجزائري تراث الثوار أو الثورة من هؤلاء الشخصيات هل هم شخص معروفون أم من الخيار هي لوحة المستشرق أسلام هو النصر الدين ديني إتيان ديني الفرنسي الذي جاء إلى مدينة بوسعادة أتمنى أن تزوروها مدينة جمعت ما بين التل والصحراء ما بين النخل والماء ما بين الشجر والحجر والرمال والسهول مدينة رائعة جدا في ولاية المسيلة يمدينة بوسعادة جاء وعاش فيها ورسم معظم لوحاته فيها وأسلم وأسلم على يد هؤلاء ثم ترك لوحات من بين لوحات التي تأثرت بها هذه اللوحة التي تعكي عن هي ليست للثوار هي أظن للصيادين أظن للصيادين نعم فهي في متحف من متحف ولاية المعسكر نعم هناك لوحة لشخص فقط واحد رجل الجزائري أيضا هناك لوحة للأمير عبد القادر كأنه هكذا وديلي كان عبد القادر الجزائري عبد القادر الجزائري نعم لأن بعد أن قرأت كتاب الأمير عبد القادر وأنصح الشباب الجزائري أن يكتشفوا سيرة هذا البطل الذي أحدث يعني أحداثا عظيمة في الجزائر نعم ولما رح للشام أيضا فلهذا أيضا لدي طرح في موضوع الفنان أو الخطات أو الرسام يجب أن يختار النصوص المهمة في تقديمها للمتلقي لا يكتب فقط أي شيء ولا يرسم أي شيء وأسمح لي أن أعرف أعرف الخط العربي تعريفا خاصا فرأيت الرسم يمكن أن ترسم شيئا جميل يحبه العبد وربه نعم تمام الشعر كذلك الموسيقى الغناء كل الفنو إلا فن الخط العربي لا يمكن إلا أن تكون فيه إيجابيا إما قرآن أو حديث جميل أو حكمة نعم فهو يمكن أن تقول أنه تواصل بين قلبين أو عقلين تواصلا إيجابيا بحثا في حين الفنو الأخرى تواصل إيجابي أو سلبي فلهذا الخطات له رسالة عظيمة جدا بحيث أنه إذا كتب الشيء يمكن أن يؤثر في أمة من خلال تلك الكلمات فلهذا يجب عندما يحمل القلم يفكر بهذا المنطقة جميل هذا ملاحظة قيمة نعم والخط كل ما فيه جميل كل ما فيه لا يمكن يعني أشكال فنو الأخرى ربما نعم يعني يصيبها الرداء نعم فيها إيجابي سلبية إلا الخط لا يستطيع الخطات أن يكتب كلاما قويحة سبحان الله لأنه ليش لأنه الخط مرتبط بقداسة النص نعم بقداسة القرآن الكريم فلهذا أنا استعملت فن الرسم لولوجي إلى قداسة الخط وأتمنى يعني أن أكمل بقية حياتي في كتابة القرآن الكريم جميل حضرتك اشتغلت أيضا على برنامج تلفزيوني همسات ولمسات يعني كيف كانت فكرة هذا البرنامج أسميته همسات ولمسات همسات تسمع صوت أستاذ مولاي يتكلم عن شيء هو جاء فكرته في رمضان أحببت أن والصائم هو ينتظر نعم ينتظر الأذان يبدأ الخطات يكتب في منظر كلاسيكي وكذا قديم وعتيق مع القرآن يكتب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة النص بصوتك بصوتي نعم جميل نعم كانت قراءة جميل حضرتك أيضا اللفت كراس كراس نعم لتعلم وإتقان الحرف العربي بسرعة كيف كان الكراس نعم ركزت على الحرف لماذا؟ اللوحة الجميلة هي مجموعة من الأسطر الجميلة والسطر الرائع هو مجموعة من الكلمات نعم والكلمة مجموعة من الحروف والحرف هو الأساس الذي يبين هذا القصر البديع فالحرف إذا أتقنت وأيوها الخطاط يمكن لك أن تنتقل إلى الكلمة نعم فالحرف هو الذي درسته تفق كل خطاطي العالم على أن حروف الخطاط التركي السيد محمد شوقي أفندي كانت أفضل حروف ما زالوا يدرسون عليها الأتراك والعرب وكل الناس جميل حضرتك أيضا شاركت في منتقى العقبة الدولي الخط العربي والزخرف الإسلامي الذي عقد قبل أيام في مدينة العقبة جنوب الأردن ويدي أن نطلع كيف كان انطباعك عن هذا الملتقى وهو عبارة عن تلاقح تجارف الخط العربي والزخرفة باعتبار أنه يعني أكثر من أو عدة دول شاركت في هذا الملتقى حوالي 14 دولة أربع عشر نعم وأيضا بحدود الثلاثة وثلاثين خطاطا ويدي أن نسمع انطباعك عن هذا الملتقى أولا أشكر القائمين على هذا الملتقى على رسل مستاذ ياسر وبصراحة وجدت فريقا متكاملا متأخيا بينهم يعملون بجد وإخلاص من أجل إنجاح هذا الملتقى وما كنت أتوقع الجمال العقابة بهذا الجمال ما كنت أتوقع أصلا حتى وسط بلد عمان بهذا الجمال فأنا كانتي فرصة من خلال هذا الملتقى ومشاركة أن أكتشف المكان أيضا اكتشفت في هذا الملتقى تعرفت على بعض الأسماء حتى من خلال المشاركين المتواجدين من عدة دول وكان فيه ورشات وإن كانت سريعا مع الحدث الموجود في البلد ولكن اكتشفت واستفت أيضا من خبرات مثل أستاذ إيهاب ثابت من فلسطين سألت خبرته وتعرفت على بعض الخطاطين الأردنيين الذين ما كنت أعرف مستواهم مثل أستاذ علي الجيزاوي ما شاء الله يعني خطه رائع جدا وتمنى أن أرى مصحفا بيده كانت فرصة أيضا بالتقال أستاذ مثنى العبيدي هنا كانت فرصة رائعة أنا قدمت ورشة أتمنى أن أكون وفقت فيها في متحف آرمات عمان وإن شاء الله أنا نناوي أقدم أشياء أخرى جميل حضرتك أيضا حتى لا يدركنا الوقت هناك جانب من من مسيرة المولاي المشرقة أنك شاركت في الكتابة في بعض المساجد في التوري الإسلامية والعربية نعم بدي أن أيضا نطلع على هذا نعم على هذا الجامل لما كنت في تركيا مرة رئيس التركي مرة أمام قبور الصحابة في الحبشة حباشستان بالتركي يقولون الآن إثيوبيا حاليا أمام مسجد النجاشي موجود خمستاشر صحابي نعم هاجروا ولم يروا النبي إن شاء الله في الجنة يلتقي بهم إن شاء الله هؤلين بينهم عدائي بن أضلم عبدالله بن جحش وزينة بنت الحارث خمستاشراء رأهم الرئيس قال قبورهم في حالة مزرية فأسس أسدر مرسوما رئاسيا بعادة إظهار هذه القبور نعم وبنى مكان السبيل هذا بسبيل الماء ورمم مسجد النجاشي وكان المهندس من إيران وأيضا تواصل معي المسجد الذي بني في تلك الرقعة مسمى مسجد النجاشي وهذا المزار الصحابة فكلفوني نصيب من الله عز وجل كلفوني أن أكتب قبة المسجد وأكتبت آية السبيل واجعلنا من الماء كل شيء حي ولأول مرة تكتب هذه الآية باطن قبك لا في هو السبيل الماء هذا المكان الذي يبنى بالمرمر ويأتي فيه العين في تركيا فوقه يعني تقصد القبة فوق المجرى الماء أيها نعم هذه ما كتبت آية السبيل أنا كتبت بالخط وثم حفرت على المرمر في حباشستان بتحت إشراف الدولة التركية وكتبت على شكل مفتاح ربما أعطيكم بصورة علىها واجعلنا من الماء كل شيء حي كتبت القبة وكتبت قبور الصحابة أيضا كان لي شرف أن المسجد في أثيوبيا في حباشا ولكن تشرف عليه جهة تركية نعم الرئاسة تركية أشرفت عليه منذ سنوات أيضا كتبت مسجد أيوب سلطان صحابي أبا أيوب بن صاري في مدخلي كتبت وما رسلناك إلا رحمة الله العالمين جنبوا دار الإفتاء كتبت بسمة جديدة بتصميم جديد استحسنها الخطاطون أيضا على المرمر ثمان أمتار في تركيا وكتبت أخيرا جامع الجزائر الكبيرة جميل 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 يعني نحتاج إلى وقت أوسع وعوسع حتى نعم يعني نوفي مسيرة الرسام والخطاط الجزائري المبدأ مولاني عبد الحميد لكن الوقت أدراكنا شكرا لك على هذه المسيرة المشرقة ويعني أصدقني ما حضرت الجواب يعني أنت مبدأ أنت مبدأ فدعاي لك بمزيد من العطاء والتمييز شكرا لك الرسام والخطاط والجزائري شيء اللي وجدت هنا في الأردن في الملتقة يعني الشباب متعطش الخطاطهم الذين يأتون في الفندق وفي الورشات ما يكتبون يعني فأنا هنا استعملت الرسم في هذا الموضوع في المقى أكتب للمثل أحب الفندق أعود مرة ثانية أتمنى لك مشيرة مشرقة شكرا لك شكرا لك الرسام والخطاط الجزائري مولي عبد الحميد شكرا لك عزيزة المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم